رحب بيك معنا عشان شخص قناة النادي لعلي انا بتشرف بوجودي معاكي وبتشرف طبعا بوجودي في قناة النادي لعلي طبعا انت يعني يعني ضيف يعني احنا بنحب تكون معانا طول الوقت ومبسوطين طبعا لوجودك في اي منصب يخدم طبعا القرى المصرية بشكل عام وانت كدر كبير والنهاردة قرعت الدوري وموسم جديد وايه رأيك بقى في النتيجة الاخرانية كده الليه الجدول لا والله انا رأيه كنتو يعني الحمد لله انا شايف ان الامور مشيت بشكل كويس الحمد لله زي ما احنا علاننا من اول يوم تولينا فيه المسئولية مسئولية ترابط لاندية ان احنا مش هيبقى فيه اي قرعة موجهة هيبقى فيه قرعة طبعية جدا زي طبعية جدا زي القرعة اللي بتعمل في كل انحاء العالم وعلى معتقد ده الناس كلها شافتوا النهاردة يمكن نايا باحمد دياب شرح شوية حاجات وشوية تفاصيل بخصوص السنتين اللي عدوا وان شاء الله الموسم ده كمان فاتمنى ان شاء الله نكون موسم جيد موسم يليك باسم القرآن المصرية وان شاء الله بقدر امكان نحاول نعدي بالموسم ده على بر الامان لان فيه توقفات كتيرة جدا 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 لكن في الاخر ان شاء الله احنا زي ما اعلننا ان الموسم انتهي في 37 ان شاء الله فاتمنى ان شاء الله ربهم ننهيه في 37 ايوه او ده السؤال فالان انا عايزة اسأله ولكن انتظام المسابقة ناس طول الوقت لتتكلم عن انتظام المسابقة الدوري يعني رأيك والمستجدات اللي دايما بتطرق على الجدول فبيتم تغييرات ان شاء الله هتكون ده مش موجود السنة ان شاء الله هنحطينه في الحسبان يعني عاملين القصة دي ومحددين حتى في أفراكيا محددين ان المباراة لدخل القاهرة الفرق المنافسة المشاركة في أفراكيا تلعب على اليوم الثالث والفرق المباراة الخارج اللي برة في أفراكيا يعني يلعب على اليوم الرابع علشان بقدر امكان ما يكونش فيه تأجيلات عندنا كاس النومة أفراكية فده طبعا فاطر التوقف دي رسمية عندنا عندنا تصفيات كاس العالم يعني فيه مباراة احنا ما نقدرش تكلم فيها سواء تجمعات المنتخب او مباراة الأفراكية بالنسبة للأنديا المشاركة الأربع أنديا المشاركة اتمنى ان شاء الله غير كده ما يكونش في حاجة توقفنا طيب بما انك بقى يعني اتكلمت عن الأندية المشاركة واحنا عندنا سوبر أفريقي توقعاتك للمباراة وازاي نادي الأهلي يخرج بالبطولة في بداية الموسم بداية الموسم بتبقى مهمة جدا للعيبة والجمهور والمدير الفني وبذات لما تكون بطولة كبيرة يعني السوبر الأفريقي دي بطولة كبيرة بطولة بناد الأهلي بيوتوج بيها او طوج بيها اكتر من مرة لما تبدأ الموسم بسوبر أفريقي ده حافز كبير جدا للمدير الفني واللعيبة وعلى معطق بيدي اريحية بشكل كبير جدا نادي الأهلي عمل معسكر كان معسكر بكل سمعناه أنه معسكر كان ناجح اللعيبة قدرت تاخد فترة راحة ودي من فترة كبيرة جدا ما كانش فيه فترة راحة للعيبة فعلى معطق تجهيز الجيد والاستعداد الجيد من نادي الأهلي ان شاء الله يكملوا ده المباراة كمان في السعودية وان شاء الله نلاقي جمهور مالي لإستاد نسبة جمهور نادي الأهلي فان شاء الله تمنى كل الظروف والعوامل تساعد نادي الأهلي على الفوز بالبطولة طيب يعني أنا ما قدرش طبعا نكون معناك كمان في تنعمات متعب وما نقلوش يعني الكلام الناس وتعليقاتهم طول الوقت رأيك في التحكيم بقى وإن شاء الله السيزون اللي جاي يعني إيه اللي ممكن يتغير أتمنى أتمنى والله إن الكس التحكيم دي تنتهي يعني لأن الأخطاء موجودة على فكرة الأخطاء موجودة في كل دوريات العالم أخطاء الحكام بس بتختلف من فقدرها يعني فيه أخطاء كبيرة وفيه أخطاء صغيرة أتمنى أن الأخطاء اللي تكون موجودة في الدور المصري مش ما قدرش أقول لك مفيش أخطاء لأنه مفيش حاجة مفيش كورة مفيش أخطاء لأنه تبقى بسيطة تبقى بسيطة ومش مقصودة دي أهم دول أهم النقطتين فعلى معتقد اللجنة اللي موجودة والحكام اللي موجودين كلهم حكام يعني يعني أنا بعترف ليهم بالنزاهة يعني ناس عندها نزاهة وناس محترمة وأنا بقول الأخطاء اللي بيخطوها ما أعتقدش أنها بتكون مقصودة خالص وإن شاء الله الموسم دي يكون فيه أخطاء قليلة وإن شاء الله يكون فيه تركيز أكبر من التحكيم المصري وعشان ده عامل رئيسي يعني عامل رئيسي وأساسي في منظوم كورة قدر طيب أخيرا بقى مفعش معي يكون معي واحد من أهم اللعيبة اللي سجلت أهداف في مباراة القمة والقمة في الجولة العشرة تقريبا زي ما احنا شفنا في القرعة يعني وجود مباراة القمة في النص كده أنت شايف أن ده أفضل؟ والله القرعة هي اللي جابتها لكن في الآخر أنا بالنسبة لي يعني فكرة أن المباراة القمة تكون آخر مباراة أو في آخر الجدول بتفقد من رونقة لأنه لو الدوري منتهي بيبقى الموضوع شبه محصوم فبتبقى الحسابات بقى أنا لو خدت الدوري وبالعب على مباراة القمة بقول حتى لو خسرت أنا فايز بالدوري والعكس صحيح إنه لو كسبت الفرق اللي واخدت الدوري فبقول خلاص أنا ده بالنسبة لي بقى أريح فهي أنا بالنسبة لي في نص الجدول بيبقى لسا الدوري ما تحسامش يعني فبيبقى لها قوة وليها تركيز وليها وضع أكبر بكتير طيب أنا يعني أنا أسئلتي خلصت عشان طبعا ما زعجكش بس توقعاتك لو أنت يعني تحب التوقعات لمباراة السوبر الأفريقي لا أنا بالنسبة لي كرة فاش توقعات كرة لها بحالة اللعيبة داخل الملعب وحالة الجهاز الفني والتشكيل على حسب جهازيتهم بس على معتق أنه ممكن يكون ليهم دور في الملعب وحسب رؤية مستر كولر لكن أتمنى أتمنى نادي الأهلي يفوز طبعا بالبطولة ويفرح جمهور نادي الأهلي وزي ما احنا متعودين إن شاء الله كابتن أعماد متعب نائب رئيس الربطة إن شاء الله يعني يستطيع نادي الأهلي أن يفوز ببطولة السوبر الحقيقة هذه البطولة الأولى إن شاء الله إن شاء الله تكون البطولة الأولى التي تدخل دولاب النادي الأهلي إن شاء الله خلال الفترة القادمة موسيقى